السلام عليكم المجد والخلود لشهدائنا الأبرار ومرحبا بالناس لما يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن الناس لما معنا ونقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبر ديزيت اليوم الحصة تعنا وين غادي نتكلموا على نقاط نقاط يعني بلك ناس سعى نتكلموا عليها إن شاء الله تكلموا عليها هذا النقاط تكلموا عليها لأنني تأهمني مدخب وطني جزائري لا يهمني شخص أو شخصين أو ثلاثة أو أربعة لن يتسروا ونسلوا ونبكو ألا أنا 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 أدار الظروك لم أن تبكيش ماذا أكتب لي كومنتي قال قال لي انه نربحوا تقول انت تعبابك انا مناصر اللي كانوا في الأسفل عدم عندي ليبيديو يعايروا في بنجاح ويعايروا في بنعمري هذو يكرهوا الجزائر اللي كانوا في استعد رابكين اللي فيديو اللي كانوا في استعد يعايروا في بنجاح ويعايروا في بنعمري ويعايروا علاش هذو يكرهوا الجزائر وتعبابك ونديكوب دافر يكون فرح وانت تعبابك ليه تعبابه يجي يهدر معي ننتقد كما نعرفنا نقض بالناء لماذا نحطمون في الجزائر نحن نحوص الذي يقولك جيب جوان لماذا تبدأوا على الطبقه في تحطيم قانون بهاماس يريدون تاريخ تاريخكم جديد بعد 2010 و الواح الخائن والأساس يريدون لماذا تحوصوا لماذا تبعدوا لعابين المتخرجين من الذين يقولون فرنسا أعطوني هذه النقطة هذا السؤال هذا ماذا بنا كذلك مؤمن يرد علينا لا تقول لي إيلان إيلان وحشوب وشكل يكتشفوا وشكل هو المانعشاء بتاعوا وعليه جابوه اللي كيبناصيولان وعليه ما عاودوا سحيطان يقولون انا شكل يكتشفوا شكل يجاب هنه ورهنه وإنه ورهنه قد يكون هنه قد يكون هنه واذا تكون وعليه جابوه دوله السطاتي وعليه ما عاودوا سحيطان روحوا سقسوا الوظاحي سقسوا الوظاحي يقولكم روحوا سقسوا الوظاحي كيفاش الوظاحي راح عنده لقرذك الجوار كيفاش نقرحه لذلك يجبه بين أهل الشعب الجزائري روحوا وقلوا لنا أنا لا أعرف ثم عندكم معرفة لا عندكم تهضروا مع الوضاحي روحوا يجيبوا لنا قلوا لنا أنا رأيه بالي قلوا لي ما لديكم ما لديكم من عند الصوت الحانون تعرقاك تعليق موبيس أصوات تشكيمة نريد أن نسمحها من عندكم اي نقول لك على بالي أنا كبر قبلها كما هكا نشوفها كما هكا هذي كوب هذي كوب نشوفها كما هكا نشوفها كما هكا نشوفها كما هكا نشوف نشوفها كما هكا نشوفها ندخلها لكم لها في رأسك دينا يا تلعباني هذك مومني ديلك كنا نشوف كيف ان فعلوا بشرفاً؟ قاد يلعبون بشرفاً فأنا أجريك و إن شاء سنقتل بشرفاً يلغطني ولينا نن experiment أنه ببارول بشرفاً و يلعبوا و يلعبو بشرفاً يلغب أبداً ، تنبذت يقول لك لا تنبذت ما تحدث؟ ما تحدث؟ ما تحدث؟ تحدث عن الشاب خمسة خلطة الشاب قالت لكم بعض الإعلامين باكرين كانوا في 2014 يقول لكم أنا فيسبوك خاطئين أنا صبحت على فيسبوك هل تحدث عنه؟ فرقة الشاب انت ديجيها انت ديجيها انت ديجيها ما لديك؟ عندك هيتسمعك مليون؟ هيتسمعك جدود جزائي فيها خمسة وربعين مليون جزائري شا قدك تيه؟ قانون بهامس اللي حطمتوه بطريقة ذاكية حطمتوه الخاين والعساس والعساسات على الخاين والفيرما وكلش حطمتوه بطريقة خابيثة ذاكية خابيثة خابيثة لأنه سيكون لديك شعب ويسيبها ويسيبه الناس اللي امنوا فيه دخلوا فيها حي المائل خادش علاها ضد ايرادة شعبية الناس يقولوا ذلك فلان ما نسخصوه هو يقولوا لها مليحة وما تبغوا طالبوا طالبوا شو الله يجعل قدم للناس وما يعيط له خرج علىه اللي يطالب بها الشعب يزيش يدور في الجزائر الشعب لا يقول كيفاش ديلور يخرجوا له قضية ركبوا له قضية وزوقوا له مع الشكامة ونزيد ونزيد حطموا علاش مبلعين علاش يكون لقابة جزائريين أبناء الجزائرين مبلعين عليهم قولونا أنا أطرح لكم سؤال وأنتم ما جاوبوني علاش مبلعين عليهم ماذا بيكم قولولي خبروني أنا مرانيش عارف خبروني انتم ما تعارفوا علاش مبلعين علا علا أولاد الجزائر اللي تكولوا في فرنسا ونعرفوا بلي فرنسا يعني بالدخل في الزيكول النخص أحسن مدارس مرحلة كواوية أعسن ضد يعني يخرجك لعاب بمعنى كلمة يقولون علىه ألا بلعين على ولاد الجزائي اللي زايدين في فرنسا ألا بلعين وهما اللي يجابون الكوبد أفريق وهما اللي يردونك رجل وهما اللي يردينك رجل مكان لا بدنا لهم الهياء يعني تحقنوا في قانون بهاماس الطريقة ذاكية خباثاء أنا نهدر اليوم لا نبكيش عليها كالمرأة نوقف فيها راجل لكي لا نبكيش عليها كالمرأة وفي الوقت الذي كانت تتوالى حمالات التشكيك والطعن في ولااء وطنية محترفين الجزائيين من قبل السن من قبل السنة الفتن والدامار قنوات خاصة جزائرية فاشلة ولاعبين قداماء حقيقين بسبب الغيرة ومركب النقص تجاه لعبين وصلوا لأعلى مستويات وأكبر وأعلى مسبقات بطولات الأوروبية ما سكتوا 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 خرجوكم الناس اللي انتوما حاملينهم بصاحوما يدغروا فيكم لما تحسوا ايه المثال هذا قانون بها مصمي استفادين منها في غولي مثل ندو النقطة في غولي وهو مثل من الجزائرين الكوثر حملوا ألوان منتخبات فرنسية شبانية وهو المنتخب الأفضل عالميا من حيث التكوين والجودة المواهد بالنظر لمستويهم الكبير وهم من تعلموا مدعبة الكرة في فرنسا وتلقوا تكوين على أعلى مستوى في مدارس يعني والمدارس أخرى رائدة في مجالها ومن الطبيعي أن يستدعون للعب رفقة منتخبات فرنسية السنية لكن ما لم يتم ذكره من هؤلاء المرضى نفسيا تجاه كل ما هو محترف أن اللاعبين اختاروا الجزائر في سن صغير في وقت كانت لهم إمكانية كبيرة يعني إمكانية كبيرة لاستمرار مع فرنسا وأخذ فرصة مع المنتخب الأول وإليكم قائمة يعني بالسن الذي اختارها فيها أبرز لعبين جزائريين حملوا ألوان بلد الأجداد مش يكون على باكم جماعة رياض بودبوز لعب للجزائر في سن 13 سنة بعدما كان النجم نادي السوشو الأول وأحد أفضل اللاعبين منتخب فرنسا للأمال ياسين إبراهيمي 23 سنة نابيل بن طالب 18 سنة و 8 أشهر سوفيان فيغولي 22 سنة سوفيان طايدير 20 سنة إسحاق بالفوظيل 20 سنة قائمة طاولة 20 سنة بالنصر و 15 سنة هذا من الناس هذا من قبل و هذا أبو لحيا هذا فيرحمة و هذا هو من الضرب أكبر من بونجح لأذ مرة زيد 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 ما زيد نحن نريد أن نجد سؤالها أنا نقول لكم باللي الناس ستضرب في قانون بهاماس وتحطم في قانون بهاماس يعني بطريقة ذاكية وخابيثة وانتم تعارفون ولا بهاكم ولا بهاكم الخائن ولا بهاكم العساس وعلاش نبلعين على ولاد الجزائر لزيدين في فرنسا متكونين في مدارس فرنسية أنا هذا السؤال ان شاء الله بربي نسمعه ان شاء الله بربي نسمعه بالك نسمعه بالك بالك وذكرنا في هذه القائمة لاعبين جيل 2010 فقط ولم نتعمق لنقوم بذكر عن تريحيا كريم زياني وفخامة الإسمين تكفي ما قام وسامير بولوفا وهم كانوا أفضل لاعبين شباب في فرنسا بمراكزهم ولعبين كأساسيين يعني كأساسيين ولعبين كياسين إبراهيمي سوفيان فيقول لمحرز أو نابير بن طالب لو أرادوا فرنسا لحجزوا أماكن لهم هناك بسهولة تامة لا شيء سوى أن اللعبين وان اختاروا بلد الأجداد يعني وان اختاروا بلد الأجداد وان شاعدنا كبير لا شيء سوى أن اللعبين كما تويدي توليسيون أو يعني لا يفقهم في إمكانيات ولا في أي جانب لذلك هؤلاء هم أبنائنا ونحن نعتز ونفتخر بهم وسنبقى وراءهم لندعمهم في الصراء والظراء كما أفرحونا العديد من المرات وقدموا كل ما يملكون في سبيل سعادنا لنشعر يعني بسعادة كبيرة وازيد الناس تقول لك هنر نوستين تقول لك هنر أنا ساكتين تقول لك هنر أنا ساكتين تقول لك هنر ساكت أنا ساكت بابا بابا قوير Inc ق тор vớiın والدي قتلوا كنت لذلك هنر ما كتش هنر تبتع لكم خادش عارفين باللي يكذبوا عليكم وترفضوها حقيقة هذا ما كان كاش اليوم نشوفهم في القائمة دارهم في القائمة تاع 35 لعاب ويقول لك فماك ما نجوش فماك نأمن داروها إلا عندكم الشجاعة داروها كما درتوها كما دارها الحاج محمد راو راوة الفقير كشفه قدام الشعب الجزائري داره بعد انتو ملا كنتو تقارعوا الديشو يعيط العوار باش انتو مديروا القائمة لازم فرنسا تخرج القائمة هي اللولة باش انتو مديروها بتاع الزوجين مو فرنسا قال عم كانتو فرنسا تدير هي القائمة اللولة وبعد اديو مديروها تسمع بياتي احشيها البيبت روح احشي البيبت وما احمد ما عندك ما تلعبو بها